بطبيعة الحال أكيد هنتكلم بشكل مستفيد أكتر شوية على المنتخب وعايزين نعرف رؤية حضرتك للمجموعة اللي فيها منتخبنا في أمم إفريقيا احنا بنتكلم في السودان ومنتكلم في نيجيريا ومنتكلم في غينيا بيساو ومباراة الافتتاح بالنسبة لنا هتكون النهاردة إن شاء الله أمام نسور نيجيريا كيف ترى هذا اللقاء وتوقعات حضرتك لتشكيل اللي حيلعب به كارلوس كيروش وبين قوسين جدا وهل تعتقد إن إحنا هتشوف كل لعب في المكان أو المركز المعتاد ولا مش بالضرورة تبقى اللي حضرناها الفترة الأخيرة دي المشكلة الكبيرة الحقيقة اللي قابلناها الحقيقة بالطلط العرب الحقيقة والفترة اللي فات كلها من أول ما مسك مصر كروش في عنده مشكلة كبيرة جدا 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 في توظيف اللعب وإحنا عندنا على فكرة أنا في رأيي إن إحنا عندنا نتيم قوي جدا 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 قوي جدا ما هو ده زي ما يفرح بس يزعل لما أنت عندك قماشة عريضة مش عارفين نشوف بمجابها شوق الحلم يعني إحنا كان بمنتهى السهولة يا كريم إن إحنا نحصد بطولة العرب يعني سهل جدا طبعا عندنا إزاي ما قلتلك وإما حصدناهاش ما نطلعش رابع ما نطلعش رابع صحيح وكنا الأقرب كمان اللي إحنا نحصد كمان يعني لكن هي في مشكلة عند كروش الحقيقة حتة توظيف اللعيبة يعني هي العملية مش كيمية أصلاح الكرة حاجة سهلة مش حاجة صعبة من الدرايبات هو محسسنا من الكرة يعني لا طال النهاردة في بطولة العرب لما بتسكن تتربع لعيبة مش في مراكزهم طبعا أنت هتاخب منهم إزاي تسكنت أيمن ووظفت أيمن أشرف رقم تمانية في غص الملعب صعب رغم إنه هو أيمن من اللعيبة اللي ممكن تلعبه في كذا مركز لما بتسكن أو بتوظف محمد شريف وهو المهاجم السوبر اللي موجود في مصر حاليا دلوقتي يعني أنت بتكلم مثلا في الموسم اللي في 22 هدف بالمناسبة وتوقع نشوفه النهاردة ولا هتشوف مرموش لا هو بنسبة كبيرة هيبدأ بمرموش يعني بنسبة هيبدأ محمد بس يعني لما نجي نكلم نوصل في الكلام فحيطة توظيف الحقيقة توظيف محمد شريف في حيطة الجناح وهو من المميزين في حيطة المهاجم من أفضل المهاجمين الموجودين في مصر فطبعا دي مشكلة كبيرة جدا نفس الحكاية بتيجي مثلا توظف مثلا في ناحية اليمين ناحية الشمال تحط مثلا عاوز تحط زيزو ناحت الشمال وزيزو أساسا تمييزو في الحتة اليمين في الجناح اليمين لا هي دي احنا أعتقد بالنجوم اللي عندنا لو احنا فعلا عملنا توظيف صح من كروش الحقيقة لا احنا ممكن النهاردة في ابتداءة ممبرات النهاردة مع نيجيريا ان شاء الله بس دي الله أعتقد ان احنا نقدر نحنا نعمل نتيجة طيبة جدا ونعمل نتيجة كويسة جدا كبيرا دلوقتي مشوفناش التوظيف الصح كان عنده عدد كافي من المباريات ووقت كافي جدا انه على الآله يعيد ترتيب أوراقه على الآله ياخد باله من اللعيب الفلاني اللي مركزه مثلا تمانية لما حطناه في عشرة ما زبطتش معاه نهيك عن ان حد من الجهاز المعاون يكون قال له كلمتات هو عنده مشكلة كبيرة جدا اعتقد انه هو الجهاز اللي معاه اسم الجهاز المعاون يعني اللي بيعونك اللي بيساعدك فهو المتجاهل دي خالص يعني الاسف هو جاي الحقيقة بفكر غريب جدا يعني انا انت جاي لمنتخب مصر منتخب مصر مش جاي تمسك مثلا منتخب قليل لا احنا من اكتر الفرق الافريقية اللي حاصلين على البطولة واحنا عاملين مثلا بطولة افريقيا الفين وستة والفين وتمانية والفين وعشرة وراء بعض فبالتالي لغاية دلوقتي هو موظفش اللعيبة في مراكزها لغاية دلوقتي ونقطة تتحسب عليه بشكل كبير جدا النهاردة جورد ديولة الكريم اللي هو افضل مدير فني في العالم بيروح للمساعد بتاعه اللي قاعد جنبه ويقول له مثلا انا هعمل تغييره كذا او مثلا انا هعمل تغييره في شكل التكتك اللي انا بدي نعب به ايه رأيك وبياخد رأيه وممكن رأي المساعد بتاعه يمشي به هو للأسف الشديد ما بيشتغلش بالشكل ده عشان كده هو معرض نفسه طبعا لهجوم كبير جدا ومعرض نفسه لانتقادات كبيرة جدا وللأسف شديد النازم مش بتنتقد للانتقاد انت بس في حاجات واضحة هو لو مش عليها